اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال هذه النصائح هناك الكثير من معارضين يقولون انت شو بتحكي وانت دائما بتحبطنا وهذا كله لما كنا نتحدث عن اهمية الاساس وانت من غير اساس راح تنداس في هذا المجال اثبتنا هذا الموضوع وحكينا على اهمية الاساس في اليوتيوب ناس عندهم قنوات بشكل عام نوعين من الناس النوع الاول هو نيتو خبيثة نيتو خبيثة وفاهم الصح والغلط ويضيع لك مستقبلك تمام عشان يجيب مشاهدات تمام والنوع الثاني لأ ناس كويسين محترمين جدا نيتهم صادقة صادقة نيتو خبيثة وفاهم صادقة ويحكي له الصح فهو يعدل من مصاره ويمشي تمام فنرجع على موضوعنا اليوم عشان اثبت لكم بالدليل القاطع انه الاشي اللي بحكيه هو كلام من ارض الواقع وراح يصير معك انا ما بعلم بالغيب لكن هي معروفة لما الف واحد يعملوا البراكتس الفلاني وكلهم يفشلوا معناته الرقمه الف واحد اذا بعملوا راح يفشل يعني بدهاش بدهاش ذكاء تمام لما انا دائما متزمت جدا في موضوع الاساس تمام لدرجة بقولك انه الاساس اهم مرحلة في حياتك في البرمج اذا اتقنتها حياتك كلها بتكون وردية تمام لانه شايف الاف الناس ففي ناس بتقولك لا ما فيش اساس بالمرة هذول خلصناهم تمام بس في ناس المدرسة الوسطية هذول المدرسة الوسطية بيقولك انه يعني ابو هدهود انت كثير متزمت في موضوع الاساس خلينا نمسك العصائف النص انا خلينا اتسس نص 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 تمام هاي مدرستهم وادخل على سوق العمل وفيش داعي ان اقعد سنتين ثلاثة عشان اصير مبرمج انت داخل مهنة بتطلع اكثر من الطب مش تكثر على حالك تحط سنتين ثلاثة فيها وتصير بني ادم جاي الناس في هذه المهنة وتطلع راتب اكثر من الطبيب لانه هناك ناس يقول لك ان تتعلم اساس وحسب الوسطيين هذول يقول لك لا اتعلم نص اساس انا بقول لك طول عمري بحكيها ان المبرمجين مستويات 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 في الدخل كل الناس على عين وراسي وكل الناس تحترم وكل الناس افاضل لكن انا بحكي مستويات كدخل انا طول عمري بحكيها من حيوم ما طلعت في القناة انه اذا انت بدك تاخد الاساس نص نص ممكن تنجح في البرمجة وكنت دائما احكي انه النجاح في البرمجة نسبي النجاح في البرمجة نسبي يعني انت ممكن تعتبر حالك ناجح وتاخد لك 500 دولار بالشهر تعتبر حالك ناجح في المقابل واحد بيأخد 5000 دولار وعنده نفس خبرتك تخيل وهذا ناجح وهذا ناجح انت وين حابت تكون تمام فاطلع شاب محترم من الناس اللي انا بحترمهم اسمه مصطفى الهلالي اتوقع طلع فيديو وبقول لك ابو هدهود اكستريم في الاساس و اكس من الناس اكستريم انه من غير اساس انا بدي امسك المدرسة الوسط تمام هذا الشخص انا بحترمه انا مش طالع ان تقضب الفيديو انا طالع افرجيكم بس كيس اليوم افرجيكم انه مدرستو هذا الشخص اللي هو بقول لك انه امسك العصائي من النص انه ليس داعي انا ادرس كثير كثير اساس ولا داعي وما في داعي اني اطنش الاساس بدرس شوي تمام بقول لك اه بتصبط الشغل بس انت وين مستواك رح يكون مع الناس في البرمجة تمام هذا الشخص مصطفى الهلالي برضه برجع بحكي لكم انا بحترمه تمام وهو شخص محترم لكن نقص الخبرة اللي عنده عن جد ما بتاهله ينصحك في كرير لانه هو مش شايف هو مش مش قصده انه يضرك انا برجع بأكد الناس بتبين هو مش قصده انه يضرك لكن نقص الخبرة اللي عنده ما باهله انه ينصحك في كرير هذا الشخص المحترم وهو محترم عنده خبرة خمس سنوات زي ما هو بيحكي انه انا عندي خبرة خمس سنوات انا بقول له خحتة خمس سنوات ما بتعطيك الكافي انك تنصح ناس في كرير لانك برضه ما شفتش اش في حياتك لسه بس ما شفتش اش في حياتك ما بستخفش في الخبرة لكن برضه خمس سنوات تعتبر لا شيء في مجال البرمجة انك تنصح ناس في كرير هو مؤمن انه انا بمسك العصائي من النص تمام وتابع الفيديو لالاخير لانه هون النقطة اللي فرجيكم اياها هسا بمسك العصائي من النص وبتعلم نص اساس بدخل على سوق العمل بقول لك اه بتدخل على سوق العمل وانت بنص اساس بدخل على سوق العمل وانت ضايف وانت ضايف تمام اكبر دليل على حكي هذا انه هذا الشخص اللي هو اسمه مصطفى هلالي ما شاء الله عليه طلع بفيديو مبارح بقول لك انا بطلع سبعمائة دولار بالشهر طيب هل هو ممكن يعتبر حاله انسان ناجح ممكن يعتبر حاله انسان ناجح انه انا بطلع سبعمائة دولار بالشهر واللي عنده خبرة خمس سنوات زي مصطفى بطلع له خمس دولار بالشهر شفت انه النجاح نسبي النجاح نسبي حابب تطلع سبعمائة دولار بالشهر بعد خمس سنوات من العمل في البرمجة وتطلع سبعمائة دولار بالشهر وهذا انا بالنسبة الي كمحمد ابو هدهوت لا اعتبره نجاح في عالم البرمجة لانه عدم المؤاخذة سبعمائة دولار انت اذا بتتخرج من الجامعة ومتأسس صح ممكن تاخدهم في اول يوم تدخل فيك بشركة انا بحكي مثلا هنا على الاردن اول يوم تدخل فيه بشركة بكون راتبك حوالين سبعمائة سبعمائة دولار هذا تقريبا هذا اول يوم اه اربع تدخل ان تأخد الخبرة ممكن راتبك يتضاعف او يصير ثلاث اضعاف خلال اول 5 سنوات بحياتك تمام اعطيكم مثال والله على ما اقوله شهيد اعطيكم مثال انه اللي بياخد المدرسة الوسطية في الاساس اللي مش متأسس هذا بنخرب بيته انسى انا بحك اللي بياخد المدرسة الوسطية بالاساس شو بيصير فيهم بيشتغل تمام عنا ناس احنا عنا في الشركة دخلوا التلاتة دخلوا تقريبا رواطبهم 700 دولار بعد سنة اثنين منهم صار رواطبهم 900 دولار واحد صار راتبه 1700 او 1800 دولار اكس من الناس مع انهم الثلاث دخلوا نفس الليفل بس هذاك كثير متأسس هادول متأسسين نصكم هادول صاروا 900 دولار مع انهم كويسين مش نصكم يعني متأسسين هادول متأسس صاح صارت حياته بالفاست تراك على الفاست تراك خلال خمس سنين شو صار فيهم كلهم اذا بنا نحكي فيهم كلهم الاثنين الاولانيين رواطبهم تحت الالفين دولار يعني فوق الالف ومائتين للالفين دولار تمام لكن الشخص هداك اللي مشى على الفاست تراك اللي اساسه جدا جدا قوي الان هو بشتغل اتوقع بالامارات وبياخد له اربعين الف درهم كم اربعين الف درهم خمسة عشر الف دولار بالشهر الخمس سنين لما بنحكي يا اخ مصطفى الهلالي انه تمسك العصائي من النص بصير بس انت وين دك تكون تمام فلما بحكي لكم يا جماعة اتسسوا صح ما بترده علي انت داخل على مهنة بتطلع لك اكثر من الطب بدك تتعلمها بفترة قصيرة او بدك تدخل سوق العمل بسرعة وبتقول انا بتعلم بعدين ما في اشياء تتعلم وتتأسس بعدين اذا دخلت معترك سوق العمل وانت مش متأسس مية بالمية لا رجعته بعد ذلك صعب صعب تفضي حالك وترجع تتأسس يعني راح تكون الافورت عليك مضاعف انك ترجع تقوي نفسك فمن البداية يا جماعة انت داخل على مهنة بتطلع اكثر من الطب الطبيب بدروس له 12 سنة طبيب البشري عشان يطلع راتب عالي وانت داخل مهنة تطلع راتب عالي منه فهل يعقل انك انت ما تحطش تلت سنين عشان تكون جيد فيها جيد في هذه المهنة وتدخل قوي على سوق العمل فهذا هو موضوع انه فيديو اليوم انه ما تمسك العصائي من النص ما في ايش اسمه تمسك العصائي من النص في البرمجة تمسك العصائي من النص على حساب نفسك فالمبرمجين مستويات وانت وين بدك تكون شو بدك تعمل وكل اللي بحكي فيه ما بده ذكاء خارق ما بده الافرتش العالي خلاص انت داخل مهنة بدك تطلع راتب اكثر من طبيب طب بدرسها زي العالم والناس شفتوا الحرب اللي احنا فيها عشان مواضيع الاساس كل شي بتعمله انت اللي بتحاسب على فاتورتو اللي تأسس صح مية بالمية حياته بتكون سهلة وبكون على فاس التراك في الترقية تمام واللي ما تأسس هو اللي بحاسب على فاتورتو انه مش رح يلاقي احد يعبر في الشغل واللي بتأسس نص نص هو اللي بحاسب على فاتورتو وبصير بعد خمسة سنين الخبرة سي قد من مل ours بدلا ما هو بعد خمسة سنين الخبرة يق añadى ٥٠٠٠ ألف دولار بالشهر في الامارات وفي العربο او في الأردن ياخد رو ٥ٰ٠ دولار بالشهر انت خذ خيارك الحياة ما في اشي اسمه الرزق مش تابت يا جماع ربنا حط الرزق وكتب لك ياه لكن ما تيجي تقول لي هو رزقتي 700 دولار رزقتك ربنا كتب الرزق وحكى لك اسعة واكبر دليل في القرآن ربنا حكى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فشو بتعمل اليوم شو بكون رزقك بكرا تمام انا ما عمري شفت واحد تأسس صح في هذا المجال ودخله مش اضعاف غيره انا فخصيا 27 سنة في هذا المجال ما شفت فانا ما بطلع بنصعك نصيحة ما بنظر عليك ولا انا متزمت لمدرسة معينة ولا كل شي بحكي لكم يا اسمعوا يا جماعة للاسف دائما لما بنصح بطلع لك ناس معارضين ونفسهم بعد سنة برجعوا بعتذروا وهي يشوفوا التعليقات عندي قديش ناس رجعت احتذرات تفكروني انا جاي من القمر ايش يا جماعة انا انسان واقعي انا جايك من مدرسة مدرسة ابو هدهود هي مدرسة الواقعية في البرمجة مدرسة اني اعشمك واني ابيعك اوهام مش مدرستي مدرسة اني اجاملك في هذا المجال واخربلك بيتك هذه مش مدرستي انا مدرستي هي مدرستة الواقعية في البرمجة بدك تشوف السوق كيف بمشي رد على الكلام اللي انا بحكي لك وكان الله بالسر عليم ويعطيكم الف الف عافية يا جماعة اشتركوا في القناة